اللي مش عايز اللعب اه ده قرار فني طب هو رينيف فيلر هيمشي كلامه على الاهلي اه لانه لابسوا النبي عشان نوضحها قول عشان نوضحها الحتة دي اه طبعا المدير الفني ساحب القرار الفني اذا كان المدير هيستمر ومطلوب منه حاجة معينة هيقولك انا اقدر اعملها بالطريقة الفلانية الطريقة الفلانية اني بعتمد على طريقة اللعب اللي فيها واحد اثنين ثلاثة اربعة واللي هتقتدي اني بقى فيها اسماء بالموصفات واحد اثنين ثلاثة اربعة ودي متوفرة ففلان وفلان وفلان ووش موجودة ايه النهاردة ففلان وفلان ليه عامل السن العامل حاجات كتير واذا انا جملت ممكن قدي سنة للاعب مقابل اني ماشي عنصر تاني ممكن نديني سبعة تامن سنين بس مين اللي بقول كده درق الفني لكن اللجنة اذا لم تقتنع بالاسباب هتقول له لا انت مع السلامة واخدبالك لان احنا مش مقتنعين بالاسباب اللي قلته دي لكن لو فضل موجود المدار لكن لو انا بطلبه بنتائج لازم اسمع انت اللي هتشتغل هتشتغل بايه بحثة ثلاثة اربعة حاضر ده اللي عمله كابتن صالح مع كابتن انور سلامة مش عايز احرق دي او انت جايلك تفقيل لان